انتقد الموسيقار حلم بكر تصريح الفنانة أصالة نصري خلال حفلها بموسم الرياض والذي حمل إنقارا صريحا منها لفضل مصر عليها خلال مشوارها الفني الناجح وقالت أصالة في تصريحها تاريخ كله الفضل فيه يرجع للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها طوال عمري أعلق الملحن حلم بكر خلال مدخلة هاتفية ببرنامج حضرة المتهم علي والذي يقدمه الصحفي سيد علي قائلا عندما قدمت أصالة إلى مصر استقبالها كل من محمد الموجي وسيد مكاوي ومحمد سلطان وأنا وقدمنا لها أعمالا ساهمت في نجاحها وشهرتها وتابع حلم أصالة تكتم في القاهرة وتحمل الجنسية البحرانية إلى جانب السورية ولكن مصر احتضنتها أكثر من سوريا وإذا كانت سوريا هي المولد فمصر هي الحضن أعتب عليها وعيب إنها تنكر فضل مصر عليها وأداف حلم بكر الجمهور أصبح كريما أكثر من اللازم الرد عند الجمهور مش عندنا إحنا ابني لما يغلط أعجبه إنما ابني الجران لما يجيلي وأتبناه ما ينفعش يغلط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة